أقرب بطولة ليت جاية إمتى؟ عندنا بإنزلاء آخر شهر نوفمبر بطولة العالم في أمريكا بإذن الله في هيوستن نادي الآلي ولا؟ منتخب مصر منتخب مصر بإذن الله منتخب مصر وحترجع نادي بقى نانت إمتى؟ الإسبوع الجاية على طول عندنا إن شاء الله لشامبينز ليج في إكاتيرينا بورج إن شاء الله عندنا الزهاب هناك إن شاء الله فمسافرين الإسبوع الجاية أنا بتمرن هنا لوقتي في النادي الآلي وبعد كده عندي معسكر في روسيا مع النادي نانت وإن شاء الله هنلعب الماتش بإذن الله وهيبقى العودة عندنا في نانت بإذن الله الإسبوع اللي بعد طيب هتخلص وبعد تسافر أمريكا بزفت تلعب مع منتخب مصر؟ منتخب مصر بطولة هامة جدا جدا من أقوى البطولات اللي موجودة بعد الأولمبيات السنية دي هي إن شاء الله بطولة العالم في أمريكا وإن شاء الله منتخب مصر هيعمل نتيجة كبيرة هنالك بإذن الله إيه اللي ممكن نوصل له هناك من وجهة نظرك ياه والله إحنا إحنا عندنا أكتر من لاعب على أكتر من تصنيف فإحنا أولاً عندنا فرصة كبيرة قوي مع بطلت النادي الأهلي وبطلتنا دينا مشرف بلعب معها زوجي مختلط وإحنا إن شاء الله هنكون مصنفين من الأول تمانية على العالم لأول مرة ياه فإن شاء الله لو ربنا كرمنا والتنين أهلي والتنين أهلي فلو ربنا إن شاء الله كرمنا وكسبنا مطشين هنبقى بالنفس على مديلي فعلاً هتبقى أول مديليا بإذن الله في بطولة عالمية سواء بالنسبة لمنتخب مصر أو بالنسبة لنادي الأهلي على طريق تنس طول ليه السونيين مختلفين؟ ليه السونيين في حتة تانية؟ لأن هما بتضربوا لأن السونيين بيتضربوا بطريقة مختلفة ولأن السونيين عندهم الرياضة التنس الطولة بشكل عام ثقافة ودخل قوم فعشان كده آه طبعاً آه أنا عايز أقول لك كفت من أكبر الأندية اللي موجودة أو من أكبر المدارس تنس طول موجودة موجودة في اسكندريه طبعاً موجودة في كفر الشيخ نادي سبورتينج نادي شبان المسلمين يعني ونادي سموحة طبعاً يعني فيه من أكتر الأندية اللي موجودة في اسكندريه آه فعشان كده السونيين مختلفين بزف بيشتغلوا بطريقة مختلفة عن العالم كله؟ آه بيشتغلوا وإحنا بناخد بنحاول نحن نطور من طريقة تدريبنا على الأفضل اللي هما الصينيين فإحنا بنحاول نحن نستعير بيه معاه النهاردة المدرب بتاعي الخاص بتاعي صيني والمدرب ده مش بس إنه هو كان بطل عالم لأ ده هو كمان ضرب ناس حاصلة بزبط وحاصلة على مدليات هل بتاعي الصينيين اللي ماشي في الشارع بطل عالم في التنس التاولة لأنهم مشهورين في التنس التاولة طبعاً لكنهم في التنس التاولة معروف طول عمرهم معروفين طبعاً طبعاً وبدأت دلوقتي كمان تدخل معهم بعض الدول زي ألمانيا زي فرنسا زي ما حالك شفت برضو النهاردة في ربع النهائي لما توصل مصر ربع النهائي في الأولمبياد فدي حاجات بدأت إن هي تبقى جديدة أنت كنت في الأول بيبقى ربع النهائي صين في صين أو صين يابان كوريا النهاردة بيت شوف وجوه جديدة شكراً كانت فرحاتك كبيرة قوي في ال لما وصلت إن أنت تبقى خمس الأولمبياد أعتقد فرحة كبيرة جداً جداً أنا كمان بسطت لأن لقيت في شباب صغير بكلمك في سنة 12 مثلاً و 15 سنة بدأ يقول أنا عايز أحترفها بدأ يقول أنا بقيت عايز أبقى يعني فول تايم لعب تنسطول ودي حاجة إحنا أنا يعني هدف من أهدافي إن إن شاء الله قبل ما أبطل إن أنا أحاول أخلي بعض اللاعبين يمتهن تنسطول إن هي تكون فعلاً بزبط أنت نهاردة عدد اللاعب المحترفين اللي موجودين في مصر يتعدى على الصوابة ودي حاجة أنا شايف إن هي ممكن يبقى فيها تطوير كتير وأول حاجة نقدر إن إحنا نقدمها إن إحنا نكون مثل كويس للعيبة دي بحيث إن هو يشوف إن لأ أنا النهاردة لو خليت تنسطول بالنسبة لي هي المهنة بتاعتي أو إنها بقيت اللاعب محترف أقدر إننا إن شاء الله يكون ليا مستقبل كبير ومثل أن ديها كبيرة زي الناد الأهلي وزي منتخب مصر وقدر إننا إن شاء الله أحقق مستقبل ليا كويس ده الهدف يعني إن شاء الله اللي أنا بشتغل عليه دلوقتي إن يكون في أكبر عدد ممكن لعيبة تحترف إن شاء الله بره عشان لما يجي ورجعوا يقدروا إن هم يكسبوا لأنديتهم بإذن الله